السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهار دعا نحل النمازج امتحان متوقع مادة الدراسات الاجتماعية على شهر فبراير ومارس الاختبار رقم واحد السؤال الاول اكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات واحد انشأ صلاح الدين الايوبي نغط لتوصيل مياه النهر النيل الى القلعة انشأ صلاح الدين الايوبي صور مجرى العيون فنكتب هنا صور مجرى العيون لتوصيل مياه نهر النيل الى القلعة رقم اثنين الجهة المسؤولة عن اصدار التعداد السكاني في مصر هو الجهاز المركزي لنغط الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء نكتب هنا التعبئة العامة والاحصاء رقم ثلاثة يشتهر سكان مدينة بور سعيد برقصة نغط برقصة البنبوطية الفولكلورية الشعبية السؤال الثالث اكتب كلمة صواب امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة غير الصحيحة واحد الامية الهجائية هي عدم قدرة الفرض على استخدام الاجهزة التكنولوجية الحديثة العبارة خطأ رقم اثنين من مهام الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثيل مصر في المؤتمرات الدولية والمحلية العبارة صواب رقم ثلاثة حضور اخيك مؤتمر شباب العالم في شارم الشيخ يعتبر سياحة علاجية العبارة خطأ السؤال الثالث اختر اجابة صحيحة مما بين القوسين واحد احدى المحافظات المصرية الحضرية بالكامل هي الاقصر اسوان السويس البحيرة محافظة السويس رقم اثنين منطقة مصرية تم ادراجها على قائمة التراث العالمي لما تحتوي من هياك العظمية لحيتان كانت تعيش منذ ملايين السنين هل هي وادي ديقلة وادي الحيتان وادي الريان رأس محمد لا وادي الحيتان رقم ثلاثة يرجع تمثال ابو الهول الى عصر الملك يرجع الى عصر الملك قفرع السؤال الرابع امام خريطة صمار لمصر اجب عما يليم واحد اكثر محافظات مصر سكانة رقم واحد محافظة القاهرة رقم اثنين يشير رقم اثنين الى محمية رأس محمد هنا يقول لك صوب هنا رقم اثنين دي محمية وادي الريان بنكتب مكانها وادي الريان رقم ثلاثة منطقة يتحدث سكانها بلهجة مشتقة من اللغة الامازيغية ادي رقم ثلاثة دي واحد سيوة نكتب واحد سيوة السؤال الخامس اجب عما يري واحد استبعد الكلمة المختلفة عن المجموعة مع ذكر السبب يبلك بن قصين معبد ابو سنبل قلعة صلاح الدين محمية الغابة المتحجرة دير سانت كاترين عن استبعد محمية الغابة المتحجرة والسبب لانها منطقة التراث الطبيعي رقم اثنين فسر ما يلي تسميت الكنيسة المعلقة بهذا الاسم لان تم بناؤها على انقاض الابراج الجنوبية من حصن بابليون وترتفع عدة امطار لان تم بناؤها على انقاض الابراج الجنوبية من حصن بابليون وترتفع عدة امطار الاختبار رقم اثنين السؤال الاول اكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات واحد ساعدت اللغة نغط في انتصار حرب اكتوبر المجيدة اللغة النوبية رقم اثنين اقل محافظات مثل سكان هي محافظة جنوب سيناء رقم ثلاثة تعيين المحافظين من مهام نغط من مهام رئيس الجمهورية السؤال الثاني اكتب كلمة صواب امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة غير الصحيحة واحد يعد دير سانتي كاترين من اقدم الاديرة المصرية العبارة صواب رقم اثنين يشتهر سكان محافظتي بانشاء السيرة الهلالية وعصف الربابة فاذا كنت من سكان محافظات الصعيد تبقى الاجابة صحيحة اما اذا كنت من سكان محافظات الحضر ومحافظات مدن القناة ومحافظات مدن القناة تبقى الاجابة خطأ رقم ثلاث تعد المحاكم جزءا من السلطة التشريعية في مصر العبارة خطأ السؤال الثالث اختر اجابة صحيحة مما بين القوسين واحد يشتهر سكان نغط بالعصف على الالة المقابلة والالة دي قلت السمسمية يبقى محافظة سكان يبقى اشتهر سكان مدن القناة رقم اثنين منطقة التراث عالمي مصرية مهددة بتآكل التربة هي ابو مينة فنختار ابو مينة رقم ثلاثة المدينة التي اختارتها منظمة اليونسكو كافضل مدينة السلام في العالم هي شرم الشيخ السؤال الرابع امام قريطة صمار لمصر اجب عما يلين واحد ثاني محافظات مصر من حيث الامية ادي رقم واحد دي محافظة بن سويف رقم اثنين يشير رقم اثنين الى محمية سالوقة وغزال صوب هنا رقم اثنين محمية وادي الحتان نكتب وادي الحتان رقم ثلاثة محافظة يشتهر سكانها بفن التحطيم رقم ثلاثة دي محافظة قنى السؤال الخامس اجب عما يلي واحد صنف المواقع الاتية لتراث طبيعي وتراث ثقافي هنا جبنا الاهرامات رأس محمد قلع الصلاح الدين الغابة المتحجرة فعندنا التراث الطبيعي رأس محمد والغابة المتحجرة اما التراث الثقافي قلع الصلاح الدين والاهرامات السؤال بعد كده رقم اثنين دلل على صحة العبارة التالية تعد السياحة من اهم الانشطة الاقتصادية في مصر لانها توفر فرص عمل للشباب تسهم بنحو 12% من اجمال الدخل القومي المصدر الاول للعملات الاجنبية رقم ثلاثة من هو يعاون المحافظ في ادارة شؤون المحافظة الوالمين المجلس المحلي رقم به يتولى رئاسة الحكومة في الدولة رئيس الوزراء الاختبار رقم ثلاثة السؤال الاول اكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات واحد السلطة المستقلة في مصر تمثلها المحاكم او تقول السلطة القضائية رقم اثنين اخترع المصريون القدماء الكتابة الكتابة الهيروغليفية رقم ثلاثة من مواقع التراث الطبيعي في محافظتي يبقى كل واحد فينا يذكر مواقع التراث الطبيعي الموجودة في المحافظة التي يعيش فيها السؤال الثاني صوب ما تحته خط فيما يلي واحد ينتخب سكان محافظة مجلس النواب ليساعد المحافظ في إدارة شؤون المحافظة عطنا خط تحت مجلس النواب نكتب مكانها المجلس المحلي رقم اثنين يعد تعداد 2017 اول تعداد سكاني في مصر حطنا خط تحت اول تكتب مكانها اخر تعداد سكاني في مصر رقم ثلاثة يعتبر مهرجان الجون السينماي احد امثلة سياحة السفاري حطنا خط تحت سفاري نكتب مكانها المؤتمرات والمهرجانات السؤال الثالث اختار اجابة صحيحة مما بين القوسين واحد يحتفل سكان واحد نقاط سنويا بعيد حصاد التمور والزيتون هنا يجب لك الداخلة الخارجة سوى الفرافرة فنختار سوى رقم اثنين اقصر المشكلات الاجتماعية انتشارا في مصر هي الفقر البطالة الامية الازدحام مشكلة الامية في رقم ثلاثة معالم او مواقع طبعية جميلة ذات قيمة عالمية ولم يتدقى الانسان في وجودها يناسب هذا التعريف محمية رأس المحمد قلع الصلاح الدين معبد ايزيس معبد الكارنة محمية رأس محمد السؤال الرابع امام خريطة لمصر لاحظها جيدا ثم اجب واحد محافظة يعمل سكانة بحرفة الراعي ادي رقم واحد محافظة شمال سينام رقم اثنين يشير رقم اثنين الافضل مدينة السلام في العالم اكتب صواب او خطأ ادي رقم اثنين فنكتب هنا خطأ نكتب خطأ رقم اثنين افضل مدينة السلام في العالم هي مدينة شرم الشيخ فنكتب هنا خطأ رقم ثلاثة محافظة توجد بها منطقة ابو مينا اللي هي محافظة الاسكندرية نكتب هنا الاسكندرية السؤال الخامس اجب عما يلي واحد وضح باسلوبك اهمية التعداد السكاني يفيد التعداد في حصر بيانات السكان لتحديد الخدمات التي سوف يحتاجها السكان في الحاضر والمستقبل رقم اثنين قارن بين مهام رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية مهام رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة والاشراف عليها مهام رئيس الجمهورية العمل على امن الوطن تمثيل مصر محلين ودوليا رعاية مصالح الشعب رقم ثلاثة حدث سنين من النتاج المترتبة على انتشار الامية في مصر فنكتب نقوله انتشار الجهل والخرافات في بين الناس تقلل من فرص الحصول على العمل انتشار البطالة والفقر تدني اقتصاد الدولة التأثير السلب على التنمية المستدامة في المجتمع الاختبار رقم اربع السؤال الاول اكمل العبارات بالشخص المسؤول عن المهام الاتية هنا جيب لنا رئيس الجمهورية وزير التربية والتعليم المحافظ رقم واحد يشرف على تنفيذ المشروعات التنموية في محافظته دامين المحافظ رقم اثنين يمثل مصر في المؤتمرات الدولية والمحلية رئيس الجمهورية رقم ثلاثة مسؤول عن تطوير التعليم وتنميته وزير التربية والتعليم السؤال الثاني اكتب كلمة صواب امام العبارة الصحيحة كلمة خطأ امام العبارة الغير صحيحة واحد زيارة السائحين لمعبد الاكسر تعد الزيارة لمنطق التراث الطبيعي العبارة خطأ رقم اثنين يعمل سكان الحضر بحرفتي الزراع وتربيت الحيوانات العبارة خطأ رقم ثلاثة نقش المصريين القدماء فن التحطيب على جدران معبد القرنة العبارة صواب السؤال الثالث اختر إجابة صحيحة مما بين القوسين واحد تنتشر مال الساخنة في محافظة في محافظة الوادي الجديد رقم اثنين اكبر نسبة من المتعلمين توجد في محافظة في محافظة السويس رقم ثلاثة تقع محمية الغابة المتحجرة في محافظة في محافظة القاهرة السؤال الرابع امام خريطة صمال المصر اجيب عما يلي واحد منطقة تشتهر بثباقات الهجن الهمين رقم واحد هي منطقة شبه جزيرة سيناء رقم اثنين عاصمة جمهورية مصر العربية رقم اثنين القاهرة رقم ثلاثة اشتغل سكان المنطقة رقم ثلاثة بالتحادث باللغة اللغة النوبية السؤال الخامس اجيب عما يلي واحد حدد اوجه التشابه والاختلاف بين احتفال اسرتك بعيد شم النسيم واحتفال المصريين القدماء بنفس العيد هنا نقوله اوجه التشابه اسرتي والمصريين القدماء المأكلات مثل الاسماك المملحة والبيض الملون اما اوجه الاختلاف في اسرتي الذهاب للحضائق المصريين قدماء الذهاب لمعابد الالهة والتنزه في النيل السؤال رقم اثنين حدد المختلف في المجموعة التالية سمسكر السبب هنا يجب لك مسجد عمر بن العاص حصن بابليون برج القاهرة الكنيسة المعلقة فهنا عندنا المختلف برج القاهرة بسبب وجوده في حي بسبب وقوع في حي الزمالك بينما بقيت المواقع تقع داخل حي مصر القديمة رقم ثلاثة وضح كيف تساهم الدولة في حل مشكية الأمية يكتفى باسنين فممكن نقول إنشاء الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية وإنشاء المدارس للاستيعاب الكامل للأطفال الاختبار رقم خمسة السؤال الأول أكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات واحد أدرجة منظمة اليونسكو فن النغة فن تراثيا عالميا فن التحطيب رقم اثنين بنية الكنيسة المعلقة على أنقاض أبراج حصن حصن بابليون رقم ثلاثة توفير فرص عمل للشباب في محافظة من مهام من مهام المحافظ السؤال الثاني صوب ما تحتاه خط فيما يليم واحد يعد مسجد أحمد بن طلون من مناطق التراث الطبيعي في مصر حيطلق خط تحت الطبيعي نكتب مكانها التراث الثقافي رقم اثنين تم تصميم برج القاهرة على شكل زهرة اليسمين حيطلق خط تحت اليسمين نكتب مكانها زهرة اللوتس رقم ثلاثة زيارتك لشارع المعز في القاهرة تعد من السياحة الطرفيهية حيطلق خط تحت الطرفيهية نكتب مكانها الثقافية السؤال الثالث اختر إجابة صحيحة مما بين القوسين واحد تمسيل مصر في مؤتمر المناخ بالأمم المتحدة من مهام رئيس الحكومة رئيس المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب من مهام رئيس الجمهورية رقم اثنين الحرفة الرئيسية لسكان السحاري المصري هي الرعي رقم ثلاثة تظهور العشوائيات تعتبر من المشكلات التي تعاني منها سكان المناطق الحضارية السؤال الرابع أمام خيطة صمال مصر أجب عما يلي واحد تشتهي المنطقة رقم واحد بوجود سباقات هذه المنطقة رقم واحد في جزر السيناء بثباقات ثباقات الهجون نكتب هنا الهجون رقم اثنين منطقة تراث عالمي هنا منطقة رقم اثنين منطقة دير سانتي كاترين رقم ثلاثة محافظة يشتهر سكانة برقصة البمبوطية رقم ثلاثة دي محافظة السويس السؤال الخامس أجب عما يليم واحد قارن بين الامية الهجائية والامية التكنولوجية الامية الهجائية عدم قوضة الفرض على القراءة والكتابة اما الامية التكنولوجية عدم قوضة الفرض على تشغيل الاجهزة التكنولوجية والتواصل من خلالها او الوصول الى المعلومات رقم اثنين فسر سبب اهمية التراث الثقافي لاقتصاد المصري فنقول ايه تنشيط السياحة توفير فرص عمل للشباب زيادة الدخل القومي من خلال اقامة المهرجانات والمعارض انشاء المتاحف بهدف جذب السياح رقم ثلاثة من نتاج المترتبة على تنوع سكان مصر تحقيق التكامل بين السكان وتبادل المنتجات تحقيق التنمية في جميع المجالات الاقتصادية وبكده اصلنا معاكم من هاي الدرس النهاردة رجيكم استفدتم معانا متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته